اللهم صلي على سيدنا محمد عليه أفضل السلام وحشتوني كتير 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 وشكرا على كل الكومنتات الحلوة دي وخوفكم علي بجد بجد أحلى أخوات في ظهري في ظهري سوبر ماما عيلتي الكتيرة وجيشي الكبير يلا شير لسوبر ماما يلا كلنا نقف جنب بعض إيد واحدة ما بتسقفش بحبكو خالص هنعمل النهاردة بقى روتين كده خفيف وسهل والطعم حكاية سهل جدا وبطريقة مختلفة شوية بس الطعم هيطلع معيكو زي العسل معيكو مابغ سوبر ماما متنسوش الاشتراكو اللايك وكمان الشير يلا بينا بقى هنعمل اللحمة الجامدة دي بالهنة والشفة يا رب وملوخية وشربة وأحلى لحمة إن شاء الله هتاكلوها من إيديكم ومش بس كده وروتونات كتير قوي أتمنى بقى تشوفوها كلها بجد الطحفة والطعم وخزين بقى في بيتك بقى وتملي بيتك دايما خير وسعيدة زي ما أنا بقول ممكن تعملين للعصير الحلو دا تحلي بيه بقى في رمضان وكل القوات بجد طعم وتحفة ولا الفتة بالبط تحفة بجد حد تجرب الفتة بالبط ولا العصير دا كل دول معمولين بعشر أجيني بس ممكن تعملي كل الروتونات دي في بيتك وتملي بيتك كله خير وسعادة الناس اللي ما بتعرفش تعمل المكارونة البشاميل للصواني بنات الصغيرين قلناك كبار ايه خمسة عليهم شطرين كل دا عنده سوبر ماما تقدري تعمليه بكل سهولة مش بس كده والطرطاية الجامدة دي هقولك على كل الخطوات تعمليها بخمسين جنيه بس وممكن تحول الكيكاية لطرطاية أو سويسرو زي ما انتو شايفين كده بجد الطعم وتحفة وحكاية إن شاء الله هتعجبكو كل الحاجات اللي أنا بنزلها أما الكوسة بالبشاميل يا روحي يا روحي حاجة كده تفتح النفس تعالوا بقى بينا نعمل أكلتنا أحلى روتين معاكم إن شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك هننزل بمعلقة سمنة بلدي كده أو معلقة سمنة عادي إن شاء الله هيطلع من إيدك زي العسل يا ست الكل ومعينا بصلية حلوة كده قطعينها مقعبات وكمان نص معلقته أنا بحب قطع البصل بقى في اللحمة أو الفراخ يا حبيبي عشان مرميهاش مفيش حاجة سنها بتاخد الزفارة وبترميها لأ كل دي نعمة بتاعت ربنا بنقطعها بتدخل معنا بقى وسط الطبيخ والأكل بتاعنا والرز وكل ده أدامة غسلين الحاجة بتاعتنا كويس الفراخ أو اللحمة ما تخافيش من أي حاجة زي ما انتوا شايفين كده أنا هنزل بقى إيه باللحمة بتاعتي شاطفها كويس وحط فيها معلقة خل كمان عشان كانت اللحمة اللي جايبها كانت طوزة وكانت باقي كلها دم فحطت لها معلقة خل معزلك برضك ما شاء الله كانت طوزة جدا فهتطلع معايا دم كتير دوقتي تشوفوه هنا بقى نزلت باللحمة بتاعتي شاطفتها كويس زي ما انتوا شايفين كده حبيبي وصفتها من الميا على قد ما قدرت بس عشان أنا بقى صوبر ماما دايما مستعجلة فما اخدتش معايا وقت كتير ان انا صفيها المفروض تصفوها كويس بس وهننزل بكل الكمية اللي مانجودة عندنا ان شاء الله لو نص كيلو أو ربع كيلو ممكن تعمليها بالطريقة دي مختلفة وهتطلع معايا كزي العسل بس هنقلبها بقى إيه زي ما انتوا شايفين عن ناحيتين كده وتاخد صدمة معنا هنفضل نقلب بقى فيها كده شوية لحد ما تاخد معنا الصدمة يا حبيبي وبعد كده هنكون مسخانين الميا بقى في الكاتل أو في البراد أو في حلة هننزل بيها بقى الكمية بتاعتنا ونغطيها شايفين ما شاء الله عاملة زي معايا حبيبي زي ما انا قلت لكم كانت صبحة بقى اللحمة ما شاء الله لازم تعملي الخطوة دي حبيبتي قوع تقلقي لما تطلع معاك الريم ده معنا كده اللحمة اللي انت جايبها كويسة وطوزة هنلم كل ده وهنرميه لازم ترميه عشان الشربة بتاعتنا وتطلع معنا فتحة مش غامقة حبيبي والغطى كمان كل الريم ده بيطلع معنا في الغطى وبيفضل يفور كده ويكب والشربة بتاعتنا بقى تبقى حلوة اللي احنا هنطبخ بيها انتوا شايفين يا غالين كده هنطلع كل الريم على كذا مرة وهنسيبها بقى تستوي طب انت بحطيتيش الحاجة يا سوبر مام وهنسيبها على كده لأ انا بقى كنت حطيت بس ايه ما صورته واش الفيديو ايه تنصح مني الحيط تنسي هتحطوا كل البهارات اللي موجودة عندكم بقى حبهن ومستيكا وفلفل اصمر وكمون اللي انت عايزة كله حطي وسيبها تستوي يا امر معنا بقى هنا ايه تقريبا خمس معلق زيت كده عشان نعمل الصلصة بتاعت المقارونا هننزل بمعلقة كبيرة حبيبي توم زي ما انتوا شايفين كده هنقلب لحد ما تبتدي بقى تحمر معايا كده انا بحب التوم كتير عشان كده رجعت حطيت حتة تانية لو انت عايزة اكلك يطلع زي العسل كتاري التوم والبصل ما تخفيش بجده هيطلع معاك زي العسل خلاص هي هنا بقى ابتديت تحمر معايا كده ويتخليها تحمر اكتر من كده هتتحرق وتمررلك بقى الاكل لأ زي ما انتوا شايفين هناخد بقى حتة التوم كده بنص معلها صغيرة او كبيرة وقوم حطاها بقى في الشربة بتاعتي عشان تطلع ايه سيدي يا سيدي كنت محضرة بقى التماطم بتاعتي اعصرتها ضربتها في الخلاط ونزلت بيها عطوم زي ما انتوا شايفين كده يا حبيبي يلا عشان تبقوا شطرين او تنسوا اللايك هنسيبها هنا بقى ايه تاخدوا تدي مع نفسها وكت عاملة الصلصة الحلوة دي اتمنى برضو اكتشوفوها وتقولوا لي ايه رأيكم كل ده هحطوه لكم في صندوق الوصف او هيزهر معيكم في اخر الفيديو ان شاء الله حطيت معلقتين كبار بقى من الصلصة او لو عندك برطمان صلصة حطي طي ما قلتش يا صبر ماما قدي طماط مع الكيلو على المقارونا يا ست الكل كيلو المقارونا ياخد معيك كيلو المقارونا عشان تطلعي صلصة حلوة معيك كده تحطي كيلو وربع صلصة وما تخافيش اللي هيفيد منك حطيه في التلاجة استخدمي حاجة تانية كل واحد على حسب استخدامه في الصلصة انا بقى اللي عندي مضمنين صلصة فبقتر الصلصة قوي زي ما انتو شايفين حطيت المية على النار غلت معي ونزلت بقى المقارونا بتاعتي ولدي بقى عايزينها زي ما انتو شايفين كده عايزينها بطولها مش عايزينها مقطعها لو عندي كلات زغيرين يفضل تقطعها من الاول والقصرية وحطيت الملح بتاعي وزي ما انتو شايفين كده المقارونا ما نزلتش بيها مرة واحدة لا كبتها كل شوية كده وقلب علشان ما تلزقش منك اضافة مكارونة طويلة مرة واحدة لتجدب تمسك وهتلاقيها كلها كتلة واحدة وهتلاقيها كتل فتعمليها كده بالمعلقة زي ما انتو شايفين يا حبيبي طبعا قلنا الكبار ايه شطرين خمسة عليهم اما الصغير بكرا يا ابو شطرين هنقلب بقى كده حطينا الملح والزيت بتاعنا وممكن تحط الملح من الاول والزيت وزي ما انتو شايفين كده ممكن تحط الملح بعد كده بعد ما تسقطيها عادي مش مشكلة وتحطي ايه زي بتاعك هنا بقى معنا بقى ففل اصمر وكمون وكاري وكسبرة ومكعبين مرأة كمان وملح وسكر ربع وربع وربع حطيت بقى حبة ملحي كمان عشان لقيت الملح بتاعها قليل لازم من نص معلقة السكر الصغيرة دي حبيبي عشان الصلصة تطلع معاك زي العسل ومكعبين المرأة عشان يخل المقارونة بتاعتك تطلع نار ضرب نار بجده هتطلع من ايدك زي العسل هنا بقى انا زبطت الملح بتاعي بحطها حبة حبة عشان الاكل مملحش مني هنسيبها بقى على البطغاز تستوي بقى وتتسبك تشرب ميتها هنا بقى كانت المقارونة خلاص بتاعتي قربت تستوي قلبتها بالمنظر ده زي ما انتو شايفين حاد معرف بقى ايه يعني وانتو بحطها على النوع لازم تقليبها علشان ما تلزقش في بعض تقليبها واحدة كده وتسبيها بس خلاص استوت ناية ما بتاخدش كده على البطغاز عشر دقيق على بعضهم هنا بقى انا هدقها دقتها لقيتها استوت خلاص بقى يلا بينا بقى نصفيها لازم بقى حبة بتصفوها بمية سقعة زي ما انتو شايفين كده وتحطوها في مصفة وتفتحوا عليها الحنفية وبايدكو كده وتطرتشو زي ما انتو شايفين يا قلبي او بمعلقة ويفضل ما تعمليش بيدك عشان بتبقى سخنة مولعة بس اهم حاجة ان هي تتشطف كويس عشان طبعا ما تلزقش اهم خطوة بقى في الخطوات دي الزيت اللي بعد الثل بيتبقى الزيت بعد الثل ايوا زي ما تبصوا بقى ما شاء الله عاملة ازاي دي بقى ما تخلاش تغمق منك ولا تلزق في بعض نقطة الزيت اللي حطناها دي حنقلبها بقى بعض وانسيبها ممكن تسبيها كده يوم كامل ما تخافيش منها خالص وكانت اللحمة هنا قربت تستوى مني بقى طلعت حتة شوفها لقتها لسه ناية سبتها بقى شوية على البتجاز عبر ما خلص بقيت الاكل هنا نزلت بمعلقة سمنة كبيرة حلوة كده لا مش المعلقة الكبيرة قوي دي معلقة عادية عشان نعمل الملوخية الناشفة هنقلبها بقى هنا بقى ونحمرها حبيبي ونكون محضرين طمط 200 حلوين كده هوت علشان تبقى طعمها حلوة تطلع معنا زي العسل يا دوبك هتبتدي تحمر معنا شوية ما تخليهاش تتحرق منك او تغمى لو تحرقت طبعا تكيب بيها وتعملي غيرها طبعا احنا بقى محضرين الطم بتاعنا ومخزرين طول السنة مع صوبر ماما هنا بقى حطيت بقى الطمط 200 كبروف في الأسمر وكاري وكسبرة وكمون ونزلت بكل دول على النار حسبكها تاخد تسبكتين معنا كده وهنزل بالشربة بتاعتنا زي ما انتو شايفين كده حبيبي هنسيبها خمس دقيق وكمان مقعب مرأة احكيتك مع المرأة بس كله من ايدي وجربوا طريقة صوبر ماما وباذن الله هتعملوا احلى اكل في البيت كل اللي في البيت مش هيقولوليك يا صوبر ماما هيقولوليك يا صوبرومن زي ما انتو شايفين هيبتدت تسبك معي حبيبي وفي ناس بتحبها بطمطمها كده عادي وفي ناس بتحب الطمطم مش باينة زي ما انتو بقى تحبوا ودايما عايزين البيت بتاعنا ايه مليان نزلت بقى بالشربة بتاعتي اللي انا هعملها اهو الطوم ايه ده الطوم اهو خزين الطوم بتاعكو بقى في الفريزر اذا كنت جايبين واقدر او لسه نشاف عندكو تقدروا تفصصوه وتعملوه بالطريقة دي ان شاء الله كل ده هيزهر معاكم اخر الفيديو او هحطها لكم صندوق الوزن هننزل بقى بكمية الملوخية بتاعتنا على حسب الكمية اللي عندك في البيت انت عايزها كتير ولا قليلة وعلى حسب الشربة هتحطي حبة حبة حبيبتي لحد ما تتقل معاك وخلي بالك دايما تشبيها طرية شوية عشان لما بتقعد بتتقل شوية بتتقل يعني خليها طرية سنة اكتر من اللي انت حباه وننزل بقى بالملح بتاعنا بس هتطلع معاك من ايديك يا ست الكل احلى ملوخية نشفة بازن الله هترغف كده وبدأي دقي كده قوليلي ايه رأيك يلا بينا نطير غلوة واحدة بس حبيبتي واتطفي عليها هنطير بقى ونعمل التومة بتاعت اللحمة تومة ايه يا ست سوبر مام هنعمل اللحمة النهاردة بقى بالتوم هنحمر توم ونحط فيها بقى ايه اللحمة اللي احنا عملناها دي وحتاكلوا بقى يا سيدي يا سيدي على المقارون انا جعت معاكم على فكرة مش قادرة زي ما انتو شايفين كده نزلت معلقة سمنة حمرت التوم ونزلت بقى ايه بالبهارات بتحت الاصفر ده كاري حبيبي مش شكركم بالفلفل اصمر بقى والكمون بتايه وحبت كسبرة ونزلت بيه وهنا كنت بحمر اللحمة بقى حمرتها وهنا خلصت التومة بتاعتي هياخد اللي انا حمرته وهنزل بيه بقى على التومة دي بجد طعمها هتبقى حكاية مع المقارونة ونزلت بمعلاقة شربة وهقلب كل ده مع بعض وطبعا كنت حتى ملح في التوم التومة اللي انا عمليها دي زي ما انتو شايفين عشان الفراخ تبقى اللحمة ملحة معايا وطبعا حطينا الملح في الشربة بتاعتنا وكل الحاجات اللي احنا عايزين نحطها في الشربة استويت معايا زي ما انتو شايفين وحمرناها ونزلنا بيها عالتوم يا لهوي عليك يا سوبر ماما جوعتينا معاك قوعي تنسي اللايك يا امر حبت بقى مخلل من اللي احنا عملناهم مع بعض المخلل ده يا سوبر ماما حلوة قوي يلا خشوا عملوه وشوفوه اغلبية الحاجات اللي احنا حطينا في المخلل دلوقتي هتبقى رخيصة خلاص بقى انا كنت حضرت الاكل وغرفت بقى زي ما انتو شايفين وحمرت بصلايا على المقارونة من فوق عايز اقول لكم التكية دي جوزي قال لي عليها ضرب نار بالهنة والشفة على قلبي قلبي جوزي بولادي يا رب بجد هتعجبكم اوي وقوعتين تسو بقى تحطوا بصلايا كده تحمروها في حبت زيت وترششوها من فوق بجد طعمها مختلف وروعة بصوا بقى منظر عامل ازاي وولادي بقى كانوا عايزينها بقى ان انا ما قلبهاش بالصلصة كانوا عايزيني ياكلوها بالمنظر ده بقى ياكلوا وكانت حكاية جمدة اوي 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 وسواريخ بجد هي اكلة بسيطة بس زي الع عثر هيزهر معي ولا اللحمة بصوا عاملة زي حبيبي بسم الله ما شاء الله بالمناسبة اللحمة دي حبيبي موزة احلى انواع اللحمة لانا بحبها الموزة ودايما بجيبها موزة اي 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 زي ما انتم شايفين كده انا بقى استطعمت وكلت وقلت لكم بجد الطعم كان حلو قوي يلا عملوا الروتين ده عندكم في البيت كل البيوت عندها الروتين هيزهر معاكم حاجات كتير ما تنسوش الاشتراك واللايك سلام